طيب ايه اللي بيقولوا الداخل الاسرائيلي عن الهدنة النهاردة وهي بتدخل يومها التاني النهاردة القناة الاثناشر العبرية قالت ان حماس اثبتت انها مازالت مسيطرة على الميدان وقال اهد خيمه مرسل القناة للشؤون الفلسطينية ان من تعجل في نهي حماس عليه النظر لهذا اليوم يفهم ان هذا ليس الواقع بعد 49 يوم من القتال حماس بتنفي دعاءات الجيش الاسرائيلي اللي قال فيها انه قدر يفصل بين قيادة المقاومة وعناصرها واكد ان تركيع حماس والكلام هنا مازال لمراسل القناة الاثناشر الاسرائيلية وحسب وصفه لا زال بعيد المنال واكدت القناة التانية الاسرائيلية ان حماس قدرت تفرج عن المحتجزين في الوقت المحدد وده بيؤكد ان في تواصل كامل بين القيادة والعناصر اللي بتحرص المحتجزين وان الاتصالة بتهم بتتم على اكمل وجه واسرائيل ما قدرتش توقفها